صور التقطت بالأقمار الصناعية لمقاتلات F-16 الأمريكية نشرها موقع The Drive دليل قوي آخر على تدخل النظام التركي في الحرب إلى جانب أذربيجان ضد أرمينيا حول أقليم أرتساخ الموقع أشار إلى أن الصور التقطت في الثلاثة من ترشين الأول أكتوبر الحالي وتظهر مقاتلتين F-16 في مطار جانجاب الجزء الغربي من أذربيجان والذي يبعد خمسين ميلاً عن أرتساخ The Drive قام بالتأكد من وجود مقاتلات F-16 عبر خدمة بلانتلاب للتصوير بالأقمار الصناعية بعدما نشرت صحيفة نيويورك تايم الصور للمقاتلات وقبل أيام ناشد رئيس الوزراء الأرمينيني كورباشينيان الرئيس الأمريكي دوناد ترامب للتحرك لإيقاف النظام التركي من استخدام مقاتلات F-16 لقصف إقليم أرتساخ وكان المتحدث الإعلامي لوزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان قد أكد في وقت سابق أن طائرة من طراز F-17 أقلعت من مطار غانجا وأسقط طائرة أرمينية من طراز سو 25 من جانب آخر قالت وزارة الخارجية الأرمينية إن القوات الأذربيجانية شنت غارات جوية على تحفة العمارات الأرمينية المتمثلة بكاتدرائية غزانتشيستسوس الواقعة في العاصمة الثقافية شوشي بيقليم أرتساخ مما تسبب في إضرار جسيمة بالمبنى الخارجية أدانت بشدة استهداف مواقع العبادة الدينية والمعالم الثقافية معتبرة أنها جريمة حرب كما هو منصوص عليه في القانون الدولي والتي لا تسقط المسئولية عنها بالتقادم على حد تعبير الوزارة ترجمة نانسي قنقر